بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في المسح على الخفين مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم ركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم قال أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين فما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في كتاب الطهار فلما أكمل مالك رحمه الله باب الجامع أتبعه بهذا الباب الذي هو باب المسح على الخفين ومناسبة هذا الترطيب هو أنه في الوضوء كما في الآية يقدم مسح الرأس على غسل الرجلين فتكلم في الباب الذي قبل على المسح على العمامة وهي بدل من المسح على الرأس فناسب أن يتبعه بالمسح على الخفين وهو بدل من غسل الرجل لأن المسح على الخفين هو بدل وإن كان بدل جزء لأنه بدل للوضوء في جزء لهذا يقول العلماء أو في ترتيبهم خاصة عند المحدثين يقدمون باب المسح على الخفين على باب التيمم مع أن كليهما بدل والتيمم بدل كلي والمسح على الخفين بدل جزء والتيمم الأدلة فيه أقوى لأنه تابت بالكتاب والسنة وبالإجماع على المسح على الخفين إلا أن تقديم البعض على الكل أقوى فلهذا ناسب أن يبدأ الإمام مالك رحمة الله عليه هنا بباب المسح على الخفين قال في الترجمة ما جاء في المسح على الخفين طيب ما جاء في المسح على الخفين طيب المسح في اللغة وفي الشرع هو إمرار اليد المبلولة على العضو إمرار اليد المبلولة على العضو لكن عد الفعل هنا بحرف على فقال باب أو ما جاء في المسح على الخفين ولم يقل مسح الخفين قالوا عداه بعلا وتابعه على ذلك البخاري في هذا التبويب لأنه يشعرك أو ينبه إلى أن المسح يقتصر فيه على أعلى الخف دون أسفله لو قال مسح الخفين فهنا قد يشمل المسح في العموم لكن قال على حتى يشعر بأن المسح من أعلى وليس من أسفل ثم قال على الخفين ولم يقل باب أو ما جاء في المسح على الخف ثنى لأنه يريد أن يشعرك بمسألة متفق عليها وهو أنه لا يجوز المسح إلا إذا وجد خفان أما إذا وجدت رجل عليها خف ورجل عارية فاتفق العلماء أنه لا يجوز أن يمسح على رجل ويغسل الرجل الأخرى فنبه بالتثنية هنا كي يشعر على هذه المسألة فقوله ما جاء في باب المسح على الخفين أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فيما يخص المسح على الخفين طيب الخف هو ما يلبس في الرجل وإن كان جماهير العلماء يشترطون في الخف أن يكون من جلد وسنتكلم عليه في التفصيل ومسح الخف يقول ابن المبارك رضي الله عنه لم يختلف الصحابة في جواز المسح على الخفين وقال الحسن البصري فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه قال أدركت سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حدثني على أن رسول الله مسح على خفين يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وقد أحصي من روى المسح على الخفين فبلغوا الثمانين ثمانين رجل من أصحاب رسول الله فهذا يعده العلماء الحديث من الحديث المتواتر طيب فلهذا أجمع العلماء على جواز المسح على الخف إلا شيئا يسيرا روي عن الإمام مالك صاحب الموطأ فإن مالك أو المالكية بشكل عام رويت عنهم في مسح الخف ثلاثة روايات رواية بعدم جواز المسح على الخف ورواية بجواز المسح على الخف ورواية بالتفرق بين جوازه في الصفر دون الحضر واضح؟ طيب بالنسبة للرواية الأولى يكاد المالكية لا يعرجون عليها في كتبهم إلا أنها رويت عن الإمام مالك فبقي الكلام على الرواية الثانية وهي التي توافق الجمهور وهي المشهورة في كتبهم وعليها المعول على الجواز إيش مطلقا فيبقى معنا مسألة جوازه في الصفر دون الحضر والمسألة الأولى في عدم جوازه هذه المسألة نحاول أننا نفهمها مع المالكية عن طريق صنيع مالك في الموطة عن طريق صنيع الإمام مالك في الموطة فأما بالنسبة للرواية الأولى التي هي رويت عنهم عدم الجواز فتخريجها من عهد الإمام أحمد وهلما جرى أن الإمام مالك لم يقل بالمسح على الخفين لأمرين اثنين أو لتوجيهين اثنين التوجيه الأول أنه هو قال بعدم المسح في خاصة نفسه في خاصة نفسه أما المسح فيجوز لكن هو يختار لنفسه عدم المسح وهذا قول الإمام أحمد لما سئل عن قول مالك في المسح قال وقد تابع في ذلك أبو أيوب الأنصار وكان عمر يأمر الناس بأن يمسحوا على خفافهم أما هو فينزع ويغسل رجله فالأمر هنا في خاصية الإمام مالك فما روي عن مالك في عدم المسح على الخف تحمل على خاصية نفسه التوجيه الثاني وهو أنه لا يقول بالمسح على الخف وذلك أن غسل الرجل جاء بالقرآن ومسح الخف بالسنة فتعارض فقدم الكتاب على السنة ولكن قلنا هذا التوجيه أو هذه الرواية إذا لم تحمل على ما قال الإمام أحمد فهذا كلام ليس بمستقيم والذي يدل على ذلك صنيع الإمام مالك في الموطة فقد جاء بأحاديث المسح على الخفين في كتابه الذي ألفه مدة أربعين سنة وأقرأه على الناس فتبقى معنا الرواية التي هي الفرق بين الصفر والحضر فإن الصفر أو غالب أحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين غالبها أنه كان في الصفر وهذا أول حديث معنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إيش؟ كان في صفر مع أن الصفر مضنة الرخص فإنه يفطر فيه وتقصر فيه الصلاة فقد يناسب أن يجوز المسح فيه على الخفين دون الحضر وهذه المسألة نجيب عليها بعدما نكمل هذا الباب من خلال صنيع الإمام مالك في الموطة طيب هذه المقدمة أردنا أننا ننبه عليها لأن كثير من الفقهاء يتكلمون على مذهب المالكية في المسح على الخفين على توجيه الإمام أحمد جاءتنا مسألة وهي ما هو الأفضل؟ هل الأفضل غسل الرجل أم مسح الخفين؟ على مذهب الإمام مالك كأنه يرى بأن الأفضل هو إيش؟ الغسل وإن كان المسح جائز وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول المعتمد في مذهب الشافعية وقال بقية العلماء إن المسح أفضل فمن رجح الغسل لأن الغسل تابت بالقرآن وهو الأصل ومن رجح المسح نظر إلى الرخص وإتيان الرخص محبوب لله ولرسوله وذهب ابن المنذر وهو من أئمة الشافعية إلى أن الأمر في ذلك سياني فالمسح تابت بالسنة المتواترة والغسل بالقرآن وبالسنة فلا حرج أو لا يوجد تفضيل بينهما فهما في منزلة واحدة طيب بعد هذا يبقى لنا شروط الخف وشروط المسح للخف نتكلم عليها في ثنايا الأحاديث التي ساقها الإمام مالك في هذا الباب فنبدأ بأول حديث مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه عن المغيرة ابن شعبة طيب هذا الإسناد الذي ساقه الإمام مالك مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهو من ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة ابن الشعبة المغير بن الشعبة لم يخرج له الإمام مالك في الموطة إلا هذا الحديث حديث واحد طيب لكن هذا الحديث أو هذا الإسناد على الخصوص اتفق المحدثون اتفق المحدثون على أن الإمام مالك لم يقم إسناد هذا الحديث وأنه قد وهم فيه رحمه الله وهذا باتفاق المحدثين مناقشة إلى هذا الإسناد تحتاج إلى دقة في التصور وهو هذا الإسناد الذي ساقه الإمام مالك وحكم بأنه قد وهم فيه وأنه لم يقمه وأول من تكلم عليه هو الإمام الشافعي وجاء بعده البخاري ومسلم والضار قطني وابن حبان وهل مجرى إلى أئمة المالكية كابن العربي والباجي وابن عبدالبر الإشكالية في هذا الإسناد هو أن الإمام مالك روي عنه هذا الحديث بثلاثة طرق وروي عنه هذا الحديث بثلاثة طرق الطريق الأول وهو طريق روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة بن شعب قال الضار قطني هذا هو الإسناد الصحيح لهذا الحديث ولم يختلف عن ابن شهاب بصيغة هذا الإسناد فهذه الرواية كما قال البخاري لقد وافق الإمام مالك في بعض الروايات رواية الجمهور فكأننا نقول الآن إن هذا الحديث أصح إسناده هو ابن شهاب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة بن شعب الرجل هذا هو ابن المغيرة وهو حمزة وعروة ولدا وأخرج هذا الحديث بهذا الطريق البخاري ومسلم فهو متفق عليه بهذه الصيغة ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن المغيرة بن شعب وقلنا هذا الإسناد القائم هكذا تابع أو جاء عن مالك من طريق من روح ابن عباد هذا الإسناد الأول وهذا لا غبر عليه الإسناد الثاني هو كما قال يرحمك الله كما قال ابن عبد البر لم يختلف الرواة عن مالك فيه وهو مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعب عن المغيرة بن شعب وهذا الإسناد يكاد يجمع الروات عن مالك أنه قاله بل كلهم كما قال ابن عبد البر وهو ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعب عن المغيرة بن شعب واضح؟ قال الإمام الضارق اثنين والوهم هنا في أمرين اثنين الأمر الأول وهو جلي وهو أنه نسب عباد بن زياد إلى المغيرة بن شعب وعباد بن زياد أنتم تعرفون هو قرشي عباد بن زياد ابن أبي سفيان والمغيرة بن شعب رجل ثاني فنسب الإمام مالك هنا عباد بن زياد إلى المغيرة بن شعب هذا الوهم الأول الوهم الثاني أنه قال عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعب عن المغيرة بن شعب فأسقط واسطة واتفق علماء الحديث على أن عباد لم يسمع من المغيرة ولا رأاه فهو حديث إيش؟ فهو حديث منقطع واضح؟ وهذه الرواية التي يكاد يتفق عليها الرواة عن الإمام المالك محمد بن حسن الشيباني والقعنبي وأبو مصعب والحدتاني وإلى ذلك من الرواة واضح؟ هذه الرواية كم؟ الرواية الثانية بقت معنا الرواية الثالثة وهي الرواية التي بين أيدينا وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي قال يحيى اقرأ رواية يحيى مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة طيب عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن هذه تحريف ليست موجودة موجودة عندك في المخطوط؟ هذه لا توجد عن أبيه المغيرة بن شعبة هكذا رواية يحيى فهذه موجودة في المطبوع أما المخطوط غير موجودة فيه فلهذا يصحح المخطوط فإنها لا توجد اقرأ من المخطوط وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة بماذا زاد يحيى؟ له وقال المغيرة بماذا زاد يحيى؟ عن أبيه فتح الله عليك أنه زاد لفظة أبيه فماذا يفهم من هنا؟ على أن عباد بن زياد أنه ابن المغيرة لأنه قال عن أبيه هذه الرواية التي قالها يحيى عندنا وافقه عليها رجلان الرجل الأول هو عبد الرحمن بن مهدي أخرجها الإمام أحمد في المسند فالإمام أحمد في المسند أخرج من حديث عبد الرحمن بن مهدي على نفس نسق هذه الرواية عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة والرجل الثاني وهو سعد بن عبد الحميد أخرجه الضار قطني في العلل فقد وافق يحيى على هذه الرواية رجلا بزيادة هذه اللفظة عن أبيه واضح؟ فهذا الكلام كله نقوله أو نختصره مالك في هذا جاءت عنه رواية ووافق فيها جمهور الأحاديث جمهور الرواة عن أقرانه عن ابن شهاب وأقيم الإسناد في ذلك الرواية الثانية وهي رواية جمهور من روى عن الإمام مالك وهو أسقط نسب عباد إلى المغيرة وأسقط الراوي عنه والرواية الثانية هي رواية يحيى أضاف فيها لفظة أبيه واضح؟ طيب قلنا بأن العلماء أجمعوا على أن مالك لم يقم إسناد هذا الحديث طيب فما هو التوجيه في ذلك؟ من خلال ما قاله العلماء يتضح لنا أن هناك أربعة توجيهات في هذا الوهم الذي عليه جمهور المحدثين أنه وهم محض وإذا كان وهم محض فهو وهم كما قال مصعب الزبيري هو وهم قبيح وخاصة أن ينسب رجل قد علم إلى رجل معلوم وهذا الذي عليه الجمهور أنه وهم الإمام الشافعي رحمه الله أراد أن يصوب الوهم فقال أخطأ مالك في إسناد هذا الحديث في قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة بل هو مولاً للمغيرة بن شعبة إلا أن ابن عساكر وهو شافعي المذهب في تاريخه قال وقد أصاب الشافعي في تخطئة مالك ولكنه وهم في أن عباد من موالي المغيرة فإنه لم يقل بذلك أحد من العلماء واضح؟ هذا التوجيه الثاني الذي وجهه من الإمام الشافعي التوجيه الثالث قاله الداني رحمه الله في أطراف المسند قال الداني قال وأرى أن الوهمة دخل على مالك في إسناد هذا الحديث من إسقاط لفظة واحدة وهي من؟ نرجع إلى الإسناد الصحيح الإسناد الصحيح الذي رواه روح بن عبادة وهو ابن شهاب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة بن الشعبة عن رجل هذه عن استبدلها وسويها من فتصير عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن الشعبة فوقع الوهم هنا من هذه اللفظة فرواه الإمام مالك على هذا الخطأ الذي وقع فهو عن رجل فصار من ولد المغيرة بن الشعبة واضح؟ ما الرجل من ولد المغيرة بن الشعبة اجعلها عن رجل من المغيرة بن الشعبة والرجل هذا ابن المغيرة بن الشعبة اللي هو إما حمزة أو عروة واضح؟ هذا توجيه أبي عمر الداني عندنا توجيه آخر قاله الإمام الكان دهلوي رحمة الله عليه وهو من علماء هذا العصر وهو شيخ حنفي رحمة الله عليه توفي بالمدينة صاحب الأوجز قال قولا ما وقفته على أحد إلا أنه قول مستساق قال وإنني أرى الوهم من النساخ لا من مالك والوهم كله دائر على حرف واحد اقرأ لا اقرأ من المخطوط مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن الشعبة طيب وهو من ولد لو شلت الميم وضعت العين وهو عن ولد وهو عن ولد وهو عن ولد المغيرة بن الشعبة عن ولد المغيرة بن الشعبة عن أبيه عن أبيه المغيرة بن الشعبة فبين من هو الولد هو هو ولد للمغيرة عن أبيه واضح فالوهم كله واقف على إيش على حرف واحد واضح وهذا التوجيه الذي سلكه الكان دهلوي وقال يبعد أن يكون الإمام مالي قد وهم في ذلك هذا التوجيه له حظ من النظر ولكن كون الإمام الشافعي ومسلم كما في الصيانة والإمام البخاري وهلما جرى من الأئمة ينقلون ويعترضون على مالك في ذلك يبعد أن يكون الوهم من النسخ فيكون أقرب التوجيهات هو ما وجهه الإمام الداني وهو سقوط حرف من رواية الإمام مالك عنده فلهذا أدخل عباد بن زياد على المغيرة ابن شعبة وإلا فلا يكاد يخطئ أحد في أن ينسب رجل مثل عباد إلى المغيرة إيش ابن شعبة مع هذا كله فإن هذا الحديث حديث صحيح رواه عن المغيرة بن شعبة احنا هنا من الذي روا عن المغيرة بن شعبة قلنا عن رجل وفي البخاري ومسلم أبناء حمزة وعروة قال البزار رحمة الله عليه لقد روا هذا الحديث عن المغيرة ستون رجل ستون رجل روا هذا الحديث عن المغيرة فهذا حديث صحيح متفق عليه فلا إشكال على متنه وإنما أردنا أن ننبه على هذا الإشكال الذي وقع في إسناد الحديث طيب بعد هذا ندخل في الكلام على المثن والمثن هذا أو هذا الحديث قد حوى عدة فوائد فلهذا نحاول أننا لا نؤخر الفوائد إلى آخر الحديث كالعادة وإنما نذكر عند كل جملة ما يستنبط فيها من الفوائد نعم عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في حاجته في غزوة تبوك غزوة تبوك اتفق المؤرخون أنها كانت في سنة إيش تاسعة وكان خرج لها رسول الله في رجب وهي كانت متجهة إلى الشام مع الروم في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك قال العلماء يستنبط من هذه الجملة على أن الغزو يجوز للإمام أن يباشره بنفسه بل هو الأولى والأفضل وإن وجه السرايا فلا حرج عليه في ذلك هذا الحكم الأول أعيد الجملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك طيب ذهب لحاجته قال العلماء هنا تلطف من الراوي إذ أنه كنا على الشيء الذي يستحيى منه وهذا الصنيع جاءت به الشريعة المحمدية وهو أنه تصان الألسن عما تصان به الأعين والآذان فالشيء الذي لا تحب أن تراه وتنزه نظرك عنه فنزه لسانك عنه بخلاف الجاهلية وأهل الكتاب فأنتم تعرفون الحديث في الصحيحين لما جاء الرجل اليهودي إلى سلمان قال أعلمكم رسول الله حتى الخراءة يعني جاء بما يستقبح منه لكن لن تجد راو في أصحاب رسول الله صرح بشيء مما يستحيى من ذكره فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا أدب القرآن قال الله تعالى أولامستم النساء قال ابن عباس إن الله حيي كريم يكني ولا يصرح قال أو جاء أحد منكم من الغائط والغائط هو المكان المنخفض فلهذا جاء الصحابي هنا وقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته والنبيب لإشارة يفهم قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه هنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى لهذا الأفضل يقرأ من أعطيها الرواية قال المغيرة فذهبت معه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء قال ذهبت معه هنا المرافقة من التلميذ للشيخ حتى ولو كان ذاهبا لقضاء حاجته إلا أنه لما أراد قضاء الحاجة ذهب فاستنبط العلماء من هنا حكم تكلمنا عليه من قبل من أداب الخلاء وهو أنه إذا أراد الخلاء ذهب حتى لا ينظر إليه ولا يسمع صوته وهذا تابت في الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد لهذا اتفق العلماء على سنية الإبعاد في طلب الخلاء قال المغيرة أعيد القراءة المغيرة قال المغيرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء قال جاء فسكبت عليه الماء المغيرة حمل الماء مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبون ثم تركه رسول الله وذهب لقضاء حاجته ثم رجع فسكب عليه المغيرة الماء قال العلماء فيه دليل على أنه يجوز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء فإن هنا نجزم بأن رسول الله لم يستعمل الماء وإنما استعمل إيش؟ الاستجمار مع أن الماء كان موجود إلا أنه تركه مع المغيرة واضح؟ فلهذا لا حرج من استعمال الأحجار ولو وجدت الماء لا كما يفهمه بعض الناس على أن الإحجار أو الاستجمار رخصة في حالة عدم وجود الماء فإن هذا الكلام يرده هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فسكبت عليه الماء طيب قال فسكبت عليه الماء هذا الفعل يسميه الفقهاء بالاستعانة على العبادة فإن هو سكب له إيش؟ الماء الاستعانة ونقتصر على الوضوء يقول العلماء الاستعانة فيه على قسمين إما أن تكون استعانة في الماء وإما أن تكون استعانة في الفعل واضح؟ رجل يعين الآخر في الوضوء إما أن يعينه وتكون الإعانة في الماء وإما أن تكون الإعانة في إيش؟ في الفعل أما إذا كانت الإعانة في الماء فهي على قسمين إما بحمل الماء وإما بصب الماء واضح؟ وأما الاستعانة الأخرى التي هي في الفعل وهو أن يساعده إما على المسح أو على الغسل واضح؟ طيب نأتي إلى الاستعانة بالماء ونتكلم على المسألة الأولى التي هي حمل الماء قال الإمام النووي ولا كراهة في ذلك ولا كراهة في أن يستعين الإنسان بذلك عقب عليه الحافظ بن حجر وقال ولكن خلافه أفضل ولكن خلافه أفضل أن ينشئ الإنسان وضوءه كاملاً على ذلك واضح؟ هذا الحكم نأتي إلى المسألة الثانية التي هي التي هي الصب الصب قال النووي وقع الخلاف فيها على قسمين أو على قولين فبعض العلماء قال يكره وبعض العلماء قال هو خلاف الأولى واضح؟ إما أنه يكره وأما أنه خلاف الأولى طيب لا يعترض إنسان ويقول كيف الفقهاء يقولون إما خلاف الأولى وإما الكراهة مع أن المغير هنا صب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قال العلماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصب هنا جاء في صفر فإذا وجد حاجة للاستعانة ينتفي فيها الخلاف والحاجة كالعرز أو كالصفر وإلى وهلما جر من الأعدار فنحن نتكلم الآن في الحضر لهذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه أحدا في الحضر فكل من روى أنه صب لرسول الله إما أسامة بن زيد في حجة الودع في مزدلفة وإما هنا وعمر بن الخطاب كذلك في الصحيح أو في الصحيحين لما صب عليه بن عباس لما كانوا رادين من الحج فتجدها في أحكام إيش؟ في الصفر فنحن الآن نتكلم عن الحكم الذي هو إيش؟ الحضر فهو دائر بين الكراهة وبين خلاف إيش؟ الأولى طيب ننتقل إلى الاستعانة الأخرى التي هي استعانة إيش؟ استعانة بالفعل استعانة بالفعل إما أن يغسل له يده أو يمسح طيب هذه يقول العلماء كما قال ابن بطال في شرحه على الوخاري أجمعت الأمة على أنه إن وجدت الحاجة جاز له أن يستعين بمن يوضئه وييممه وذلك كالمريض فإن المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء لعجز جاز أو يطلب بأن يأتيه شخص حتى يوضئه أو إيش؟ ييممه فهذا في حالة إيش؟ في حالة الحاجة أما في حالة عدم الحاجة فإن الجمهور على كراهة ذلك الجمهور على كراهة ذلك وخالف في ذلك بعض الفقهاء وبعض العلماء عرى رأسهم البخاري رحمه الله البخاري في صحيحه قال في باب الوضوء قال باب توضئة الرجل صاحبة واستدل بهذا الحديث قال ابن بطال في شرح البخاري قال ولقد استعمل البخاري هنا القياس في هذا الحكم لأن الحكم هو عبارة عن إيش؟ أنه صب فالبخاري في التبويب قال باب إيش؟ أنه يوضئ صاحبة فكأن البخاري يقول بما أنه جاز الاستعانة في الآلة الوضوء وهي الماء جاز كذلك في فعل الوضوء وهو الغسل أو المزح واضح؟ واضح القياس الذي استعمله الحافظ بن حجر يكاد أنه لا يرتضي هذا الصنيع من الإمام البخاري ولكن العيني في شرحه على البخاري وابن بطال انتصر إلى مذهب الإمام البخاري وإن كان القياس هنا قياساً مع الفارق إلا أن ابن بطال قال يخرج هذا القياس على أصل المسألة وهو أما رأيت بأن الرجل بالإجماع إذا ما استطاع أن يتوضأ بنفسه جاز أن يوضأ؟ طيب فالصلاة إذا ما استطاع أن يصلي هل يصلي له الإنسان أو يحمله كذا؟ لا فاتفقوا على أنه لا يعينه على الصلاة ولكن يعينه على إيش؟ على الوضوء فدل على أن أمر الوضوء هين فلما جاز في الوضوء وامتنع في الصلاة عممنا الحكمة في الوضوء وقلنا يجوز حتى ولو استعمل الفعل وهو إيش؟ المسح أو أو الغسل واضح المسألة وهذا كله داخل تحت قوله فصب عليه الماء نعم قال فسكبت عليه الماء قال المغيرة فذهبت معه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه طيب قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه هنا المغيرة يكاد يقتصر على فرائض الوضوء صح؟ لهذا القرطبي في شرحه على مسلم قال ويستفاد من الحديث على أنه في أوقات مظنة الحاجة جاز أن يقتصر في الوضوء على فرائض الوضوء دون سنن بدليل أن المغيرة هنا قال فغسل وجهه واضح؟ واضح للإستدلال؟ الحافظ بن حجر لم يرتضي هذا وقال هنا هذا الكلام إما أن يكون المغيرة لم يذكر ذلك ولقد فعله رسول الله من باب الاختصار قال وهو الصحيح فإن في رواية أحمد بل عند البخاري في موطن آخر في كتاب الجهاد قال فتمضمض واستنشق فهنا جاء اختصار من المغيرة ولم يكن اختصار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قد لا يسلم للقرطبي استدلاله على هذه المسألة نعم قال فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين طيب هذا الفعل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة وهي ضيقة في الأكمام فلما غسل وجهه ونجزم بأن اليدان الكفان كانت تخرجان من الجبة بدليل كيف يغسل وجهه لو ما كانت بارزة فلما أراد أن يغسل اليد أراد أن يدفع بالجبة إلى الخلف فما أرادت أن تخرج وهذا معلوم مجرب فأخرج يديه من تحت الجبة وغسله واضح الآن صنيع رسول الله طيب يقول ابن عبد البر في هذا دليل على أنه يستحب لبس الضيق من اللباس خاصة في الغزو وفي الصفر فإنه أعون على الحركة قال ولا أرى بذلك بأسا في الحضر إن أنه يندب في الصفر واضح؟ هذا الحكم الأول الحكم الثاني هذه الجبة جاء في صحيح مسلم أنها جبة رومية فقال العلماء إن باب اللباس في الشرع لا يؤت به من الشرع بل هو راجع إلى الأعراف فإن الروم الذين نسجوا هذا نجزم بأنهم كانوا كفار لأن الشام ما في اعتحاس إلا بعد رسول الله وكانت جبة جيئة بها من الروم حتى إن القرطبي استنبط على أنه الصوف لا ينجس لأنها منسوجة من صوف جيئ به من مشركين ومن كفار فلذلك لبسها رسول الله فدل على أن الصوف طاهر ولو كان جزة من بيدي مشرك واضح؟ فقلنا القاعدة في كتاب اللباس عندنا في الشرع هو أن الشرع قال لك أيها المسلم أنا لا أحدد لك لباسا معينا فلهذا يقول العلماء كالشاطبي وغيره من قال إن الشرع جاء بلباس معين فقد افترى على الشرع لا يمكن أن تقول إن هذا اللباس إسلامي وهذا ليس بإسلام فإن الشرع قال لك أنت إلبس ما شئت ولكن أنا أضع لك شروط وضوابط وقلنا هذا بإجماع الصحاب فإن الصحاب لما افتتحوا الأرض ودخلوا إلى الناس لم يكونوا يقول لهم انزعوا ثيابكم والبسوا ثيابنا بل أبقوا كل قوم على لباسهم والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد لبس جبة وهي جاء بها من من؟ من الروم من بين الشروط التي يقولها شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى قال ألا يكون ذلك اللباس علم على الكفار والعلم هنا المقصود به ألا يكون من شعار الدين ألا يكون من شعار الدين مثلا إذا قلنا البنطال الآن الذي هو السروال فهذا لا يمكن أن تقول أنه لا يجوز لبسه أو أنه يكره أو إلى غير ذلك فهذا لباس والشرع أباح اللباس ولو جاء من الكفار الذي يمنع ويكون من الكفار هو ما كان علم على دينهم مثال الطاقية التي يرتضها اليهود فهذه علم على الدين أو الزنار هذا الذي يلبسه النصارى حتى قال الإمام الشاطبي إذا أردت أن تضبط ذلك فاعلم إذا وجد الرجل ميتا إذا وجدنا إنسان ميت وعلى رأسه هذه ماذا نحكم عليه بأنه يهودي فما كان علم على الدين لكن أما البنطال إذا وجدت إنسان ميت ويرتضي بنطال لا يمكن أن تحكم من هذا البنطال على العخيدة واضح فلهذا باب اللباس عندنا في الشرع باب واسع لهذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذه الجب ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة الباجي في شرحه على الموطأ يقول هذا دليل على أن وجوب استيفاء العضو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قادر يغسل ولكن ممكن يتجاوز عن ذلك إذا غسل الكل ويبقى جزء قد قد لا يصله الماء لكن قد يصله لكن الطهارة يطلب فيها الاستيفاء فلهذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الضن وأنه يغسل وقد يصل بل ذهب إلى أن يتيقن أن الماء وصل إلى العضو فأخرج يده من تحت واضح فتيقن استيفاء العضو بالغسل نعم فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين طيب ومسح برأسه ومسح على الخفين مسح على الخفين هو مربط الفرص في هذا الحديث كله في هذا الباب فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إيش على الخفين وهذا حكم تابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فبهذا نجزم بأن الإمام مالك لم يريد الرواية الأولى التي نقلت عنه بأنه لا يجز المسح بدليل أنه أخرج في الموطع هذا الحديث لكن يبقى الإشكال بين الرواية الثانية والثالثة فيمكن أن يقول هنا في سفر فيمكن أن يقع القول على ما هو ظاهر المدونة على أن مالك يرى المسح في السفر دون الحضر نجيب على هذا بعدما نقرأ الأحاديث الأخرى نعم ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليه طيب هنا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورجع هو والمغيرة وجد بأن الصحابة قد أقاموا الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف في الصلاة في صحيح مسلم أنها كانت صلاة صبح كانت إيش؟ صلاة الصبح هنا عندنا بعض الإشكالات من بينها الصحابة صلوا ورسول الله غير موجود فلما جاء أدرك عبد الرحمن فالركعة الثانية في رواية أحمد ومسلم المغيرة قال فذهبت حتى أرد عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتركه واضح؟ طيب نبدأ بأول حكم استنبط من هذه الجملة قال العلماء فيها دليل على أن إذا خيف ضيق الوقت صلية الجماعة ولو لم يأتي الإمام الراتب فإن الصحابة هنا صلوا خوفا من الوقت رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود إلا أن قدم الوقت على ذلك واضح؟ وفيه دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ركعة خلف عبد الرحمن دليل على جواز صلاة المفضول وراء الفاضل أو الفاضل وراء إيش؟ المفضول وفيه دليل على فضل عبد الرحمن بن عوف إذ قدمه الصحابة في ذلك الموطن واضح؟ طيب الإمام الشافعي رحمه الله قال وأستدل بهذا الحديث على ما أذهب إليه وهو أن أول الوقت أفضل دائما وهذه المسألة ناقشناها من قبل في مسألة في كتاب الوقوت في الموطة على أن أفضل الوقت دائما أفضل قال الإمام الشافعي بدليل على أنهم هم خافوا أول الوقت وإلا لو انتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل أن يصلى خلف رسول الله ولكن لمزية أول الوقت صلوا واضح؟ واضح الاستنباط؟ إلا أن هذا يكاد كثير من المحدثين لم يوافقوا الشافعي على هذا الاستدلال وقالوا يرد عليه أنه جاء في صحيح مسلم أنه قال وكادت الشمس أن تشرق يعني كأنها ليس من أجل صلوا ليس من أجل أول الوقت وإنما من أجل خروج الوقت واضح؟ الإمام الباجي وهو مالكيه المذهب انتصر إلى الإمام الشافعي قال والحق ما قاله الإمام بدليل أنك لو حملته على آخر الوقت تقع في إشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى آخر الوقت يعني لو حملته على آخر الوقت يعني نجزم بأن لو انتظر رسول الله كانت صلاة رحت عليهم ولا يظن ذلك برسول الله واضح أنك تعكس الاستدلال؟ طيب الآن قال دليل على أن أفضلية الوقت مقدمة بدليل أن الصحابة صلوا ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا هم صلوا ليس لأفضلية الوقت وإنما لخوف الخروج من الوقت يقال لك إذا كان خوف خروج الوقت فإذا لو كانوا انتظروه إيش كان يقع؟ كان يخرج الوقت فإذا يقول رسول الله صلى خارج الوقت وهذا لا يظن فليس لك من حل إلا أن تقول ما قاله الشافعي رحمة الله عليه وهو أن مزية أفضل الوقت مقدمة مستنبطة من هذا الحديث واضح؟ طيب أعيد الجملة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت إيش عليهم قال ابن عبد البر استفيد من هذا على أن المأمومة مأمور باتباع إمامه مطلقا فإنه لما جلس للتشهد عبد الرحمن بن عوف جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوم حتى سلم واضح؟ فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الأولى تشهد ورغم ذلك لم يسجد له سجود رغم أنه زاد إيش في التشهد أو قطعا زاد زاد التشهد ولكنه لم يسجد هنا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا سجودا قبليا ولا سجودا بعديا رغم أنه زاد في الصلاة وهذا حمله عليه الإمام مسامحة في الإقتداء بالإمام فلهذا تجد كثير من الناس يقول لك مثلا أنا أدخل على الإمام وأكون صليت هو يصلي الظهر وأنا أصلي مثلا العاصر قصرا فعندما يسلم أسلم أسلم وراءه وأقتصر على الشيء الذي جئت أنا به واضح؟ كما يذهب إلى ذلك بعض الظاهرية فهذا الحديث يرد عليهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بعبد الرحمن مطلقا ولو كان على ما يقال لما يجلس عبد الرحمن للتشهد يقوم رسول الله ويأتي بالركعة إيش؟ الثانية التي عليه ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا نعم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أحسنتم لما رأى من جزعهم وهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يكاد يواجه أحدا بالشيء الذي يكره وإذا وجد الشيء الذي يفزع لأنهم لما صلوا وسلموا رأوا رسول الله يقضي الصلاة فالناس تغيرت وجوهها وفزعوا فآراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن فقال أحسنتم أي قد فعلتم الصواب وفعلتم الشيء الأحسن قال ابن عبدالبر يستفاد من هذا على أن الرجل إذا قام بالفرائد ينبغي أن يمدح في ذلك فإذا رأيت صاحبك أو ولدك قد أقام العبادة فاشكره عليها وإن كانت عبادة واجبة عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أثنى عليهم لأنهم فعلوا العبادة على أكملها وعلى وجهها فلهذا قال أحسنتم هنا عندنا عبدالرحمن بن عوف صلى ورسول الله خلفه نتكلم على دار قطني عنده زيادة وكذلك هي عند البزار وأخرجها الحاكم وقال هي صحيحة ووافقه عليها الدهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال ما قبض نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته ما قبض نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه صلى في حياته كلها خلف رجلين اثنين خلف أبي بكر وخلف عبدالرحمن بن عوف وآخر صلاة صلىها رسول الله في هذه الدنيا كلها كانت صلاة خلف أبي بكر في صلاة الصبح مثل هنا في صلاة الصبح خلف إيش لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين وصلى صلاة الصبح خلف أبي بكر ثم توفي صلواته ربي وسلامه عليه فاتفق أبو بكر وعبدالرحمن في صلاة الصبح أنهم صلى صلى رسول الله خلفهم ولكن أبو بكر لم يرضى أن يصلي رسول الله خلفه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الصلح يصلح في بني عوف فتأخر فجاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر فقال أرأيت أن رسول الله قد تأخر هل لا تصلي؟ قال إن شئت فلما قام يصلي جاء رسول الله فأكثر الناس من التصفيق فانتبه أبو بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم يدفعه وهذا الحديث الصحيحين إلا أن أبو بكر ما بقي في مكان وتأخر فتقدم رسول الله وصلى بهم لما أكمل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما منعك أن تقف وقد أمرتك فقال أبو بكر كما قال الراوي وعيناه تدمعان ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله فأبو بكر رجع وعبد الرحمن بن عوف هنا صلى لماذا؟ هذا رجع وهذا صلى واضح الإشكال؟ وإلى عبد الرحمن يقول أنا ما أصلي ننتظر رسول الله لكنه صلى وحتى أقرب لكم الإشكال هو أن المغيرة في صحيح مسلم قال فذهبت كي أنبه عبد الرحمن وأقول له إيش؟ إرجع نعم قال فقال أنني بيصلص الملاء أيوة لا لا انتبهوا طيب بعض العلماء قال إن ذلك راجع إلى الوقت راجع إلى الصلاة فأبو بكر لم يكن عقد ركعة فلهذا صلى جاء برسول الله يصلي وأما عبد الرحمن فكان عقد ركعة واضح؟ وإن كانت هذا الرد أو هذا التوجيه ضعيف لأنه تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر كان قد صلى ركعتين مو ركعة واحدة هذا التوجيه التوجيه الثاني هو خوف الوقت عبد الرحمن كما قلنا في صحيح مسلم كادت الشمس إيش أن تشرق فلضيق الوقت أكمل الصلاة وأبو بكر لوسع الوقت رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصل به لا هو إمكانية هذا التوجيه ويكاد يكون هو من من التوجيهات القوية لأن العبر بالوقت والتوجيه الثالث وهو أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يكاد يتمالك نفسه فالشيء راجع إلى أبي بكر إلا أن هذا القول كذلك عليه نظر لأنه لم يتمالك نفسه في إيش في مرض رسول الله وأبو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في مرض مرضه وقلنا لما ذهب رسول الله للصلح في بني عوف فإذا قلنا لم يتمالك نفسه في في هذه لكنه تمالك نفسه في في هذه واضح بقي معنا توجيه كان يذكره لنا الشيخ عطية رحمة الله عليه وهو أنه كان يقول هنا تعارضت العاطفة والعقل وأصعب المواقف التي تمر على الإنسان في حياته أن تتعارض عاطفته مع عقله وكان يقول لنا رحمه الله لم أجد ضابطا يضبط هل تقدم العاطفة أو تقدم إيش العقل فقال أنا أضرب مثال هنا قدمت العاطفة لو قدمت العقل قدم العقل لأن الوقت ضيق ورسول الله غاب فالأصل أننا نصلي لكن العاطفة ماذا تقول تقول الصحابة كيف ترضون أن تصلوا خلف هذا الصحابة ورسول الله الصلاة خلفه يعني من الفضل بمكان ولم ترضوا ذلك واضح فغلبوا جانب إيش العقل على العاطفة أبو بكر لما رجع وقدم رسول الله غلب ماذا العاطفة لأن العاطفة أنا لا يمكن أنني أتقدم ورسول الله خلفي لكن العقل يقول له أطع أبو القاسم فإن رسول الله قال لك اثبت في مكانك واضح فهذا غلب عاطفة وهذا غلب إيش العقل والأمر يبقى هكذا ويبقى إلى الموقف أيهم أقوى أن تقدم هذه أو تقدم هذه نختم الكلام هذا بالحديث الذي قلناه أخرجه الضارق والبزار وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبض نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته طيب لماذا لماذا لم يقبض نبي إلا وصلى خلف رجل من أمته قال تنبيه على فضل الرجل لبيان جواز إمامة المفضول على الفاضل ليأطمئن على الشرع كان الشيخ عطية رحمة الله عليه يجيب على هذا ويقول في جميع الشرائع أفضل الأعمال هي هي الصلاة حتى عندنا في القبر إذا استقامت استقام سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل إذا كان النبي المبعوث صلى خلف رجل من أمته كأن الدين قد تم لأن أفضل الأمور هي هذه الصلاة فلما جاز أن يكون هذا النبي المبعوث حكمه حكم من بعث إليه فأنه يسعر بأن الرسالة قد تمت وإذا تمت المهمة لا بد أن يرتفع إلى الرفيق الأعلى يعني إذا وصلت إلى درجة أن أنا أصلي مع من بعدت إليهم خلاص إذن كأن الأمر قد تم واستوى فيه المرسول بالمرسول إليه وإذا استوى ذلك دل على أن بمعنى آخر يعني لا حاجة إلى إلى استمرار الرسالة لأن ما قصدت إليه قد تمت فلهذا كانت علامة قبض النبي أن يصلى خلف رجل من أمته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يترد عن أصحاب رسول الله قاطبة وأن يجمعنا بهم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلامه عليه في عليين وفي هذا القدر كفاية وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر